أخي يوسف من تولس يمكن أن تصف العرش لا حول الأقوة ألا بالله أنا أصف العرش هنا ما استطعنا إلى الآن أن يتعرف الناس على ما في داخل النحلة من عجائب أودعها الله في النحلة من عجائب أودعها الله في الذباب الله تحدى تحدانا بالذباب تقول يا أصف لك عرش الرحمن طيب شوف يا أخي الله تحدى الناس بالذباب وقال إن الذين كفروا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ما معنى هذا الكلام ترى بالمناسبة خلية الذباب بعدما اكتشفوها يجدوا أنها خلية كبيرة أكبر من خلية حق جسم الإنسان والتلافيف اللي فيها الـ DNA أقل ليست كمثل الـ DNA الموجود في داخلك في خلاياك أنت يا إنسان لأن الخلية التي خلقك الله منها الـ DNA ما يسمى بالشفرة الوراثية هذه الضفيرة الموجودة في داخلها خيط لو امتد إلى الشمس وعاد إلى الأرض ثم امتد إلى الشمس ثم عاد إلى الأرض لا ينتهي لكثرة ما فيه من الجزئات الدقيقة التي لا يعلم كنها إلا الله عز وجل على أي حال في الذباب قالوا كبيرا نجتمع الآن حتى نوجد خلية حية كخلية الذباب مكث هذا الاجتماع عشرين سنة في تعاون بين دول معينة وبعد عشرين سنة وقف رئيس الفريق الذي كان يجتمع لهذا يعلن الصحفين يقول اجتمعنا عشرين سنة وفشلنا لا قدرة لنا على إيجاد جدار الخلية الحية ولا ما في داخلها من التلافيف الأمر الثاني في قول الله عز وجل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه هذه آية من آيات الله عز وجل لأن كل الحيوانات لها معدى لو سلب شيء نقدر نذبحها ونطلع المعدة ونخذ هذا لو أن خروفا أكل طعاما في المعدة بقرة أسد ذئب أنت يا إنسان تروح لمعدتك والذباب ما له معدة لأنه يخرج الإنزيمات الهاضمة على السكريات والبروتينات فيفتتها ثم يمتصها فتتحول إلى أحماض أمينية أي تتحول من مادة إلى طاقة لو اجتمع أهل الأرض لا يستطيعون استرجاع ما أخذه الدباب وإن يسلبهم الدباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب وإنتبه أن أصبح كارش الرحمن يا أخي كرسي الله سبحانه وتعالى قال وسع كرسيه السماوات والأرض والكرسي موضع قدمي الرب عز وجل والكن هو المعرفة كن هوه وهيئته لا علم لنا بها ولن نستطيع أن نحيط بها لا علم لنا